إذن للوقوف عند أزمة الكتب المدرسية مع دخول العام الدراسي الجديد وأيضا آثارها على الطالب في العراق تنضم إلينا عبر سكاب من لندن الأكاديمية المتخصصة في التعليم الدكتورة رولا الألوسي دكتورة مرحبا بكم كتب قديمة تالفة ممزقة توزع على طلاب المدارس ولكن ما هو السبب الذي حال دون طباعة كتب جديدة لتوزيعها في المدارس؟ ما السبب في ذلك؟ شكرا جزيلا على الاستضافة الإجابة المباشرة على السؤال هذا هو الفساد الإداري في نظام التعليم العراقي وهذه مسألة معروفة يعني النظام التعليم الحالي متحالك ومهمل صالة من 2003 من بعد الاحتلال وإلى حد الآن الاهتمام بنظام التعليم والهيكل التعليمي بشكل عام مهمل والعراق مخصص 6% فقط من ميزانية الدولة للتعليم وهو أقل ميزانية للتعليم في المنطقة وفي الشرق الأوسط وهذا شيء يعني مؤسف صراحة بالنسبة للعراق اللي هو كان يعني علم ويعني الرائد في مساعدة الدول العربية في التعليم دكتورة رولا كم من المفروض أن تخصص الدولة لقطاع التعليم من الميزانية؟ يعني المفروض تكون ميزانية عالية أكيد ماذا ذكرت يعني حسب إحصائيات وحسب معلومات اليونسيف اليونسيف 6% هي الأقل في المنطقة فأكيد تكون عندك فكرة من الرقم هذا العراق كان يبعث الأساتذة والمدرسين لمساعدة الدول العربية مثل ما ذكرت في تعريف الجزائر ويرسل الأساتذة إلى اليمن وإلى ليبيا وبالنتيجة بدأنا إحنا يعني مو بس إحنا نحتاج المساعدة وإنما يعني وصلنا في درك الأسفل من من الأحصائيات دكتورة ثم تمن يقول أن هذه الكتب المدرسية تطبع خارج العراق في إطار صفقات فساد تلف عملية الطبع ما الذي يمنع أن تطبع هذه الكتب داخل العراق هو أكيد ما يكون أي شيء يمنع بالحقيقة يعني إذا من الناحية الأكاديمية هي مسألة الطباعة مو هي هذه المشكلة ممكن تنطبع في العراق وبالتأكيد هذا الشيء يساعد يساعد البلد من الناحية الاقتصادية يساعد الناس اللي هما يعني مدى يلقون شغل للمراكز الطباعة اللي بدأت تغلق لكن المشكلة الأساسية هي مو في مكان الطباعة وإنما في المحتوى في مناهج التعليم المحتوى الخطأ اللي يفتقر إلى الجودة يفتقر إلى الحداثة منهج متهالك يعني مو بس هيكل التعليم تلفان وإنما حتى المنهج اللي يتوفر للطلبة للأسف الشديد مخجل يعني يضطرون إلى طباعته مرة ثانية لأنه يعني الأخطاء اللغوية الأخطاء والمعلومات حتى في كتب الجغرافية وكتب التاريخ يعني هذا الشيء للأسف الشديد مخجل يعني مو هو العراق اللي يخطأ في منهج التعليم بعد أن نحن الرواد في تقديم المساعدة للمدارس الدول المجاورة لكن بالنسبة للطباعة من وجهة نظري كأكاديمية مو مسألة المكان اللي تم الطبع به أكيد للبلد يستفيد لكن المحتوى هو الغالب طيب دكتورة لو فتحنا نافذة الحالة النفسية بالنسبة للطالب هل تعتقدين أن المعلم والطالب على حد سواء سيتحمس ويتفاعل مع كتاب مدرسي ممزق وتالف؟ بالتأكيد لا وهو يعني أكون البيئة المحيطة للدراسة كلتها هي غير ملائمة يعني فقر وجوع وكهرباء ما موجود المدارس يعني وضعها يرثى لها الصفوف متهالكة وبعدين يجي الطالب يريد يدرس يشوف الكتب مستخدمة أو مستعملة وتنسحب من عندها لأنه فيها مثل ما ذكرت أخطاء أو محتمل أصلا يعني يفطر يشارك الطالب آخر في نفس الكتاب فبالنسبة للطفل يعني وين الحماس هي بداية السنة الدراسية؟ كل الأطفال في كل دول العالم يعني يفرحون يريدون يبدون يدرسون يريدون يشوفون أصدقائهم يحضرون يتعلمون يعني فالبيئة غير صالحة للتعلم كذلك الأساتذة والمعلمين يعني الأستاذ يعني إحنا نركز على الطلبة لكن الأستاذ يعني شنو ذنبه المفروض عليه أنه يجي يروح للمدرسة والبيئة غير مناسبة للتعليم بالإضافة إلى أنه الافتقار إلى الآلية التدريب والتطوير الأساتذة والمعلمين يدخل يكمل جامعة أو يدخل معهد وبعدين رأسا يدخل في آلية التدريس وانتهى هاي نقطة سطر حتى هناك يعني هناك قسم من المعلمين والمدرسين عندما يكتبون خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي لديهم أخطاء إملائية وهم مدرسون ومعلمون الضبط مخجلة هاي مسألة للأسف الشديد أكررها وأقول مسألة مخجلة وأنا لاحظتها حتى في مسألة مواقع التواصل الاجتماعي تشوفهم طلبة جامعيين أو مثل ما تفضل حضرتك معلمين وأساتذة يخطأون في كلمات بديهية للأسف الشديد يعني شنو الصورة اللي يعكسوها بالإضافة إلى الأسلوب يعني حتى في المجتمع للأسف المجتمع الحالي أسلوب التعامل وأسلوب التواصل بين المعلم والطالب أصبح أسلوب ركيك تشوف الرسائل اللي يتمدد أولها بين المعلمين أو المعلمات والطالبات يعني مو على مستوى لائق بين معلمة وطالبة ويعني محتمل طبعا أنه السبب لهذا الحدار أو التدهور بالمستوى الاجتماعي هو أكيد أسباب الحروب وبالإضافة إلى أنه الحكومة بدأت ركز على نظام التعليم والسبب الفساد الإداري في نظام التعليم العراقي فتشوف أنه منه المتأثر الطلبة بالنفيجة طيب دكتورة لو تحدثنا عن الحلول يعني قطاع التعليم بعنوانه العريض ما هي السبل العلمية والعملية لإنهاء هذه المشاكل المزمنة منذ عام 2003 كيف ننطلق من أين ننطلق لوضع الحلول المناسبة لكي يتعلم الطفل بكل أرياحية زيارة ميزانية التعليم وزارة التعليم أو التربية والتعليم العراقية المفروض تزيد ميزانيتها بس يعني نريدها تزيد في مصلحة الطالب ليس تزيد في مصلحة أفراد أو أشخاص معينين الهدف هو تطوير التعليم يعني اليونسف عندها حملة في مساعدة تدريب المعلمين ومساعدة الأطفال في الإي لرنين أو التعليم الألكتروني لكن هي هيئة خيرية تساعد على مستوى صغير لكن الدولة المفروض هي وعجبها كدولة كحكومة المفروض تتركز على التعليم لأنه هو أساس الدولة هو يبني هيكل المجتمع طيب دكتورة يعني الزميل المخرج يقول انتهى الوقت ولكن بقي سؤال في خلدي تعتقدين أن الرواتب المتدنية سمح للطالب بين قوسين بشراء المعلم من خلال الدروس الخصوصية تعتقدين ذلك؟ هو طبعا هو مراتب لأنه الإنسان اللي عنده استعداد أنه أعتبر هذا نوع من الحراف فأكيد لا الإنسان النزيه يبقى نزيه حتى لو كان يعمل بدون راتب وكثير من الموظفين موهس المعلمين في العراق تتأخر رواتبهم وتستلموها إلى أشهر لكن الشخص والناس تبقى تشتغل وتروح وتستمر بحياتها مو معنى هذا النهارات بقليل معنى أني أتجه في الاتجاه غير صحيح بالنتيجة أقل من قيمتك إنسان وأثر على طالب عبر اسكامي لندن الأكاديمية المتخصصة في التعليم الدكتورة رولا الألوسي شكرا جزيلا لكم